المنتج ده المنتج ده فأنت المنتج ده إزاي تقدر تسوقه وإزاي تقدر تبيعه للناس مظبوط أحمد نادر السيد بيه هاختم كلامنا عن الزمالك لأننا عايز تكلم معك عن ماتش الأهلي بكرة في باوك تقريباً بقاله شهر شهرين شهرين إزاي ماشي بداياته لأنه انتقل لمرحلة أعلى على مستوى ما سرته بعد رحلة سابقة أيضاً في البرتغال في البرتغال والله الحقيقة كان التفكير في الأول وكان أحمد أخذ القرار أن هو هيفضل في نادي زمالك وكان متمسك جداً بعد تجربة الاحتراف لأن بعض الناس قالوا أنه معه عشان أحمد ما عندوش عقد أو ما توصقش السنة الأخيرة فاني لازم يتفيد لا ما توصقش فبالتالي أحمد ممكن يعني بمعنى ده رجعني أنه يبيع النادي يبقى يمشي فيه وما يستفيدش فيه أحمد قال أنا لأ وده كلام أحمد مش كلامي أن أنا ملتزم مع النادي حتى لو بالسنة اللي هي ما توصقتش لأن مدام أن أنا مضيت على سنة مش معناها أن أنا أتوسق يبقى أنا ملتزم بيها ما توصقتش مش ملتزم بيها كان أي مشكلة عدم التوثيق للسنة هو أحمد قبل ما روح البرتغال مع كابتا حسين لبيب برضو أحمد مضى عقد سنة يمد العقل زيادة زيادة لتغيير بقى الإدارات وحاجات من دي كابتا حسين لبيب ماشي وكان كابتا حسين السيد هو اللي ماسك ملف الكرة أحمد مضى السنة وساب العقد في النادي والعقد ما توصقش بعد ما مشيت اللجنة وجي المجلس ما توصقش زي شبه قصة إمام عشور يعني شوية لا لا يعني العقد كان ممضي بس ممضي في عهد اللجنة وما توصقش في عهد المجلس بالظبط إمام عشور كانت كده ممكن حاجة زي كده أعتقد وأحمد راح سنتين إعارة لأنه كان آخر سنتين لأحمد في عقده هما سنتين إعارة فإحنا عملنا سنة زيادة وأحمد وقتها السنتين دول ما أخدش أي مقابل مادي فكابتا حسين لأبيبي الحقيقة كان متفاهم الأمر وقال أنا عندي ثلاث حراس كان أبو جابل وجنش وعوات قبل ما صلح يرجع فخلص بدلا ما أحمد يفضل جول ثلاثة أو أربعة يسافر بورتوهيل وعملنا العقد السنة ما توصقش السنة دي فلما رجع أحمد كانت السنة دي كان ممكن لو توصقت كان أحمد يرجع مع النادي السنة ما توصقتش فبداعا عليه لازم يعمل عقد جديد عشان القد تقفى فما حصلش الكلام ده أحمد قال أوكي رغم أن جالوا عروض في مصر الحقيقة وقتها جالوا بعض العروض في البرتغال بس كانت شي أحصل حقيقة الحقيقة على المسؤول الفني فأحمد قال أوكي أنا مع الزمالك حتى لو هم قالوا وقتها أن القد هتفتح يعني بكرة بعد وبكرة بعد ما تفتحش الكلام ده قال خلص أنا ما عنديش أي مشكلة خلص أنا أفضل مع الزمالك بقيت ما قد يتفتح وأنا موجود مع النادي جي عرض باوك وقتها كان في مشكلة مع حارس محراس اتصاب الحقيقة كابتماجدي طلبة كمان أنا بشكره اللي أنا كان ليه دور كبير قوي قوي طبعا كنجم سابق في باوك هو مازال عنده أسطورة كبيرة وأنا روحت الويناء وشفت كلام ده كابتماجدي كان ساند جدا الموضوع ده هم طبعا بيصدقوه جدا وشافوا أحمد طبعا وشافوا السيديد كحارس دولي فبناء عليه أحمد ترشح ليوم فأوراح وأثبت نفسه الحمد لله مش كويس جدا هناك مفروض إنه هو عمل عقد العقد المبدئي يلعب مع البي تيم وهو بيتمرب مع الفيرس ديم دايما بس عشان يبقى موجود مع الفيرس تيم هيبقى العقد بتاعه في شهر ديسمبر إن شاء الله في شهر ديسمبر الزمالك استفاد مديا من الصفقة دي؟ ما هو الزمالك استفاد مديا إزاي؟ آه لأنه مش مقيد لا مش مقيد يعني بس الزمالك استفاد قبل ما يكون مديا هو الاستفادة الأدبية واستفادة أحمد وأنا كلمت مع باوك في العقد اللي إحنا الأجريمت اللي إحنا مدناها إن أحمد في شهر ديسمبر لو عنده الرغبة وزمالك عنده الرغبة باوك مش هتدخل في شهر جون أو جولاي إن عملتها أول سنة بس تمام في شهر جون أو جولاي لو أحمد عنده الرغبة وزمالك عنده الرغبة باوك مش هتدخل آه لأنه هو عقده مع باوك سنة عقده مع باوك سنتين تمام من حقه يطلب أنه يمشي من حقه أنه يطلب الزمالك فقط الزمالك فقط ده موجود في عقب الأهلي موجود؟ option موجود؟ يعني بص يعني مش هنخود في الموضوع ده الأهلي نادي كبير ونادي مختلف جدا إنما أكيد مش موجود في الoption أكيد مش موجود في الoption option التعاقدي ولا option الحياة؟ لا يعني option ما قدرش أقول option حياة لأن الحياة متغيرة طوال الوقت لا ما قدرش أقول option الحياة لأن ده حياته وقراره إنما في الوقت الحالي والمستقبلي لغاية الله أعلم هو أحمد يعني مش هيلعب في مصر غير لي الزمالك مش تقليلا من شأن الأهل أو غيره بالعكس لأنه نادي كبير وأي لعب يتشرف أنه يلعب معاه بس ده الوع ده بتاع أحمد الأهلي نفسه يلتقي غدا في مواجهة مهمة جدا مع سانداونز في ذهاب الدور